وذلك من خلال بدء حوارات مكثفة مع حلفائنا ومن خلال الشركاء الأوروبيين فعلنا كل ما بوسعنا لإيقاف ما حدث في أوكرانيا ولكن نحن الآن مستعدون لهذا الاعتداء وسنرد بكل برودة أعصاب وبكل عزم وبكل اتحاد وتوحيد وسنتخذ قرارات من خلال اجتماع مجموعة سبعة بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية مساء اليوم بالإضافة إلى اجتماع دول الأضاء في الناتو في الساعات المقبلة ونطالب روسيا بأن ترد على قرارات مجلس الأمن والعمل على احترام القرارات الدولية العقوبات المفروضة على روسيا ستكون على قدر الاعتداءات الروسية وستكون على صعيدين السياسي والعسكري وسنكون بالرحمة وسندعم أوكرانيا بلا كلل وسنتحمل كل المسؤوليات وذلك لحماية سيادة أوكرانيا وأمنها بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين أحداث ليلة الأمس تشكل من عطفا جديدا في تاريخ أوروبا وفي بلادنا وسيكون هناك تداعيات لمثل هذه الأفعال وستكون عميقة وطويلة وسيكون هناك أيضا تابعات لها على جيوسياسية القرارة الأوروبية وسنقف معا لنتمكن من الرد عليها أود أن أعبر عن عزمي على حمايتكم سأحمي كل المواطنين الفرنسيين في أوكرانيا وسأحمي كل الشعب الأوكراني وسنتخذ كل القرارات الضرورية التي ستتأتى نتيجة تداعيات هذه الأزمة وفي هذه الأوقات المطاربة يجب أن لا نذكر أشباح الماضي وأن لا ستكون تداعيات وخيمة ولن نتخلى عن اتحادنا نحن موحدون بشأن مبادئ الحرية والسيادة والديمقراطية هذه المبادئ هي التي ستصنعنا وهي التي تسعى إلى جمعنا معنا رسالة من جهتي سألفظها أمام البرلمان الفرنسي وسأتكلم أمامكم في الساعات المقبلة للتكلم عن تطور الوضع في أوكرانيا بالإضافة إلى القرارات التي سيتوجب علي اتقادها فالتحية الجمهورية الفرنسية فالتحية فرنسا